خطأ استخباراتي أم قصف غير متعمد ماذا تبقى ليوقال اليوم بعد أن تكررت كل الأخطاء واستهلكت معها كل المبررات وأصبح الحديث عن تحقيق الأهداف العسكرية التي جاء من أجلها التحالف لإعادة الشرعية مجرد تصريحات صحفية أما الواقع فيقول خلاف ذلك في جديد أحداث نهم سقط قتلى وجرحى من قوات الجيش الوطني جراء غارات على مواقعهم في جبل المنارة وبحسب المصادر الميدانية فإن الغارات حدثت بعد ساعات من استعادة القوات الحكومية السيطرة على مواقع كانت في قبضة ميليشيا الحوثي المتحدث باسم المنطقة العسكرية السابعة عبدالله الشندقي نفى أن يكون طيران التحالف العربي قد قصف مواقع الجيش وقال أن قتلى وجرحى من الجيش سقطوا خلال المعارك مع الميليشيا لم يعد الأمر قابلا للتسرطر أو سماع مبررات جديدة يقول البعض بعد أن بات استهداف القوات الموالية للشرعية بشكل متكرر يثير تساؤلات عديدة عن طبيعة التوجه العسكري الجديد للتحالف العربي خاصة في الوقت الذي لم يصدر فيه أي موقف واضح لحقيقة ما حدث ويحدث تعود التوجسات اليوم بشكل متغير عما كانت عليه فلم يعد الخوف المجتمعي متوقفا عند قصف ميليشيا الحوثي فقط بل أصبحت الغارات الجوية محل رعب آخر ألقت بظلالها على المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف العربي